قبل أيام من اللقاء الرسمي بين بغداد وطهران على أرض الأخيرة كان الحديث الأمريكي الذي يكشف بتقارير خاصة عن أهمية مشروع الربط الكهربائي بين العراق ودول العالم الخالجي وهو ما يفتح النافذة أمام الضوء الذي يبحث عنه العراقيون لينهي أزمة الكهرباء وفساد ملفات الطاقة المتشعب اللقاء الذي جمع بين حكومتي العراق وإيران أخرج فيه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي المرشد الإيراني علي خامني من عزلته التي استغرقت خمسة شهور بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا المستجدة لكن وزير الطاقة الإيراني أعلن عن التوصل لاتفاق على إبرام عقدين في مجال تحسين وتطوير الكهرباء في العراق في المقابل فإن محافظات العراق وتحديدا الجنوب تعاني الأمرين من حرق الغاز مع النفط وهو ما يسبب غازات سامة تحدث الأمراض القضية هذه بسبب استيراد الكهرباء من إيران وعدم الاعتماد على الإنتاج الكهربائي في البلاد وبين مشاريع الربط الكهربائي ومشاريع استيراد الطاقة من إيران تجد التفسيرات طريقها إلى أن المستفيد الأول والأخير إيراني بالجملة والتفصيل وبين عزلة السياسة الإيرانية الأمريكية والسعودية باتت إيران تبحث عن مخرج يؤمن استقرار الطاقة والاقتصاد الذي كان للأخير حصته بين بغداد وطهران بقيمة 20 مليار دولار إذن تعود مخاوف تجدد النزاع والنفوذ واكتساب المصالح على الأرض العراقية بين إيران وأمريكا سيما أن واشنطن أعلنت مؤخرا عن التزامها بتسهيل مشروع هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي مع العراق أما الأوساط السياسية والشعبية في العراق فتنتظر الإجابة والنتائج على ما يتحقق من تعاون حول الطاقة وهل سيكون كتحد بين إيران وأمريكا على حساب العراق أم أنه سيخدم أحياء الواقع الكهربائي الأليم في البلاد